والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين السباكة. اه احبكم في الله. النهاردة ان شاء الله هنه هنخر معنا الشطاف الداخلي بتاع العادة. اه ومش هطول عليكم يعني النهاردة عشان اه في ناس كتطلبة مني ان انا انزل حلقة من تجهيز الشطاف اللي هو النزل. ده زي ما احنا شايفين كان راكب اللي هو الشطاف الخارجي. اه من النوع اللي هي الجودة اللي هي اللي موجودة في السوق يعني. ده كل اللي موجود في السوق. لان في عادة كتير خالص من النوع الاديم ده هوا. ما بتبقاش مجهازة بالشطاف الداخلي. اه الشطاف الخارجي ده زي ما احنا شايفين بعيف خالص. وبيصد وبتقطم. ده النوع اللي هو بيبقى ماكس بلاستيك من الخارج. ومش غالي خالص تقريبا بيعمل خمستاشة بجنيه. بس للأسف يعني الشكل بتاعه مش حلو خالص. الحاجة التانية برضو ان احنا هنعدل المكنة اللي هي اه جمب لشداد من فوق. هنخرم معنا ان شاء الله برضو في الغطى معنا. وهنركب لها شداد. الناس كتير بتبقى ما عندهاش خلفية عن الحكاية الشطاف اللي هو اه الداخلي ده اقوى. احنا عندنا الجزء دايما بيبقى فيه في القعدة كده في الجزء في المنتصف القعدة اللي احنا شايفينه ده هو. اه ده بيبقى قطعة يعني او جزء من القعدة. فمش هينفع نخرم في النص بالزبط اللي ان جاي وصادر ايه? الشفة دي. اه لو احنا ما حبينا ان احنا نعمله في نص القعدة. ما فيش مشكلة بس هنضطر ان احنا نعمل فتحة كبيرة وارا. ودي بتعوز اه خواشة مقاس كبير. ده القواء اللي هو اللي نؤذل معنا النحاس. وهنخرم اه معنا هوا زي ما انتم شايفين. بربحها له حاجات بسيتها خالص. طبعا انا مرضيش اطول عليكم برضو لان انا منزل اه حلقات قبل كده يعني بس في ناس ما اتعرفش ان هي اه توصل لها. كده احنا جمعناها مع بعض. وهنبدأ اه ان شاء الله اه نجرب برضو الميا. اه بيبقى في بيليا متحركة اللي انتم شايفينها النحاس ده هيا البليا الصفرة دي احنا بنرفعها وبننزلها بايدين عادي. ما بتوباش جمدة. يعني ممكن احنا ايه? اه بنتحكم في حكاية الارتفاع الميا او ان احنا نوط الميا بتاعتها. اه لو لاناها جمدة ممكن بنفك او بمسمر رفيع بنحط جوة البليا برضاها على خفيف كده عشان ما نجرحاش وانتحكم ان احنا اه نطلع الميا بتاعتها الفوق شوية. ده معانا الشدات زي ما انتم شايفين اهوا اللي هو البلاستيك. اه بنيجي في منتصف الغطى. هو معظم الغطى بيكون حوالي اه اربعين سنتي. بنيجي اه فنص الاربعين او العشرين سنتي وبنعمل الفتحة بتاعتنا. بس بتفرق من مكنة للتانية. انا ممكن اعمله اه في نص الغطى وممكن ارحله على جنب زي ما انتم شايفين اهوا انتم شايفين ان الغطى مرحل او الفتحة مرحلة معانا سن. لان الماكينة اللي راجبة اه مش راجبة في منتصف الخزان. فما نفعش ان احنا يعني اه طب الماكينة مرحلة لجنب واحنا نفتح الفتحة في النص هنيجي نشد الشدات ده هو هيعلق معانا الماكينة ومش هيشتغل. الناس كتير بيسألنا على الخواشة ديا. اه دي مقاسة عشرين ميلا جماعه اه متوفرة. اه عندنا في اسكندرية وموجودة في البحيرة برضو. اه مش عارف زكات متوفرة في القاهرة ولا لا لان انا بصراحة ما بنزغش القاهرة وناس كتير بصراحة بتبعتلي اه على شغل في القاهرة. بس للأسف اه انا اه موظف مرتبط بشغل يعني في بيبقى صعب علي ان اني انزل القاهرة اه عشان الشطاب ده هو. بس احنا لو احنا يعني غويين ممكن احنا عادي شنيور حتى لو مش موجودة عندنا ممكن نأجره. وآآ ونشتري الخواشة ديا في منها اللي هي بتاعة الزجاج مش غالية بتعمل حوالي خمسة وتلاتين او اربعين جنيه. بس ايه المشكلة ان هي بتفتح آآ فتحتين اتنين بس. نحاول ان احنا برضو نبردها بمية آآ بالنسبة لخواشة الرخام دي خواشة الرخام يا جماعة بتخرم معنا في الرخام. بتخرم في اي حاجة يعني. آآ المية يعني مش مش مشكلة ان هي تتحط في المية بس احنا بنحط في المية على اساس ان الصين ده هو لما بيسخن جامد ممكن يترشع معنا. يعني ممكن لو احنا موحطناش مية خالص. ممكن الغطا داي مع السخنية. آآ نبص لقيت فلق او نكسر معنا. دي كل المقصود من حكاية تبريد المية. اما في ناس بيقول لك المفروض تحط خرطوم اثناء التخريم او كده. لا مش شرط البنطة مش هجري لها حاجة. وبنخرم بقى الرخام. انتوا عارفين انت خنت الرخام قديه. آآ احنا معنا الغطا ده بيغيب شوية هو عشان خاطر معظمه بيبقى طبقتين اتنين. ده معنا اللي ايه الدائرة دي اللي احنا هنفتحها ان شاء الله وهنشبكها معنا في المكنة. والصاملة ده بتتحط من فوق ويلاقي الجزء التاني بيتربط في الغطا من الاسفل. ده كان معمول جانبي اللي هو الشداد الجانبي وناس يا ما بصراحة ما بتحبوش. ده بيسهل كتير وبيبقى الشكل بتاعه احسن معنا. ده عندي صاملة بنربطها على ايه? على الصبع البلاستيك معنا. آآ زي ما انتم شايفين طبعا يعني الناس بتتأزم حكاية الشطاف اللي هو الخليج ده اوا. وده حاجة يعني آآ في ناس كتير ما فكرتش فيها بصراحة. ويسهل خالص. وكل العملية يعني الشطاف لو جايبينه نحاس زي كده اوا او القوان نحاس. آآ على حسب المكان يعني ممكن من تلاتين لخمسة وتلاتين. والوصلة بخمستاشر يعني خمسين جنيه. واحنا ممكن نعمل الحاجة دي بي ايدينا ما نحتاجش ان احنا نجيب آآ فن ولا حاجة. عندنا برضو الخلاط ده اوة هنتكلم عليه النهاردة. آآ ناس كتير بيقول لك المصمار بنين حلو بنلاقيه مصدي وما بنعرفش نخلع الكبشة. وفي ناس ساعات كمان يقول لك الكبشة ملقاش مصمار ومنش عارف مين نغير. آآ ده معنا طبع مخلاط آآ السولد ده صنعها مصرية بالصحية محترمة جدا. الخلاط ده على فكرة عملي وثبت وجوده والله فعلا يعني. آآ في لمعته وما فيش صادة آآ محمل آآ زي ما احنا شايفين هو الكبشة ما ما فيش فيها مصمار. دي بتخش كابس معنا. طب احنا عايزين نغير مسلا القلب بايز بندق عليها بالشكل اللي انتم شايفينه ده او مع ايه مع الشد. انش ان انا بدقه خلاص لازم اتشد البرة مع دقة خفيفة بحاجة مفك يكون كوشة زي كده عشان ما يجرحش الكبشة معنا. دي يجي بوقع كليبس معنا. آآ برضا انا شفت الفيديوهات بصراحة يعني الناس بتصلح القلب دوان. آآ احنا ممكن نصلحه يا جماعة بس في يعني القلب كلاته بقولك باربعين. لا القلب مش باربعين. القلب الايطالي بيعمل عشرين جنيه او خمستاشر. يعني معظم الايه? اللي موجود في السوق. زي ما انتم شايفين التلع بتاعته التاكلت خالص. والجوانات بتاعته الداخلية يبقى فيه ابسانات رفاقية كده. ديا آآ بيحصل فيها تاكل. شايفين مجرد ما بنمسه بس كده خلاص بيزود المية وبيقلل. فده بيزعل في الاستخدام. ده ما غيره آآ خمستاشر جنيه يعني مش مش كتير. وموجود الاصل بتاعه اللي هو السلد يعني نجيب نقول له عايزين قلب خلات سلد او نحل القديم ونجيب زيه. ده اللبس الداخلي اللي انتم شايفينه ده هوان بيبدو معمول داخل الكبشة. وآآ للأسف الكبش برضو بتاعة الخلاط ده هوان اللي هي المحملة دي ما عادكش بتنزل مش عارف ليه بصراحة يعني كل الكبش اللي موجودة في السوق بتوبها تعبالة شوية. ده معنى القلبة هو نفس القلب اللي موجود كل اللي بنحتاجه آآ بيبدو سبعتاشر زي اللي انتم شايفينها دايا. او آآ مفتاح بلدي. وبنحاول نضغط عليها لو لقناها جامدة ممكن بيشكوش او باي حاجة وندق بس ايه يعني دقة خفيفة كده او هاي ايه هيحل معنا ده لو اول مرة ان هو يضعي. طبعا ده اول مرة يتغير له قلب. وراكب بقاله اكتر من خمس ست سنين بصراحة. ويمكن يعدي كمان. دي كان اول صيانة تتعامل فيه. آآ عندنا برضو الجزء اللي بيبقى راكب فيه الكوش دوان على فكرة بيبقى يعني بيدوب معنا. ده اول حاجة فيه. والتيلة اللي موجودة دهيا هي اللي بتصدي وتقع من. نحاول ان احنا برضو ايه? آآ ما نسمعش الكلام ونقول نصلح ونبهدن نفسنا البهدلة ده كلها. لو انا نشايف القمسة شر جنيه مش غالي. واحنا نغيره بايدينا. آآ يعني مش صعب ولا حي. بنيجي برضو ركب كفشة بنحطها آآ ومن بعد كده بندق عليها بايدينا كده او بندق عليها بحاجة. ممكن نصل نشاقوشة او حاجة ونحط حتة قمشة وندق عليها برضو. بس قبل ما نعمل اي حاجة من الشغل ده هو او اي سيانة نقفل طبعا المحبس اللي هو موجود اللي بيفل عن الشقة معنا. اذا اشتغلت تمام. ومنحاول برضو من نيجي نعمل آآ يكون عندنا خلاط آآ كوبش زي ما احنا شايفين هوا غير الهند ميكسر. آآ ما نحاولش نضغط عليه في الروبوت جامد يعني خلي ادينا اي حنين عليه. ممكن ان انا بقفله كده خلاص. ويقطع معايا معايا يعني ينزلش مية المية تقفل معايا وممكن يجيب لفة كمان يعني طبعا المية قفلت خلاص ويجيب لفة زيادة. فده اللي بتأثر على القوتشة الداخلية بتاعتها. عمان في اه مع بقالوا فترة برضو بيقولوا في اه مية بتنزل من عند الصامولة. اه بنحل بمفتاح فرنساوي. وده بيكون سببه ان القوتشة اللي موجودة جوه اه يحصل فقط اكل او اه مع الوقت بنبص اللي ايه هبت ايه? اه حجم القوتشة بيزيد وبتضوب معانا. فاحنا بنحل له براها ونحط له قوتشتين برضو موجدين قوتشة بتاعته موجودة ممكن نجيب كيس كده باتنين تلاتة جنيه. اه في كمية اللي بنحطه ايه? اه قوتشات بدل اللي موجودة. شايفين حجم القوتشة عمل ازاي? اه ده بتخالص معانا وتقطعت. وده بيحصل مع الوقت او ان مسلا اه اه هزت الخلاط او اثناء الاستخدام بتاعه. نحاول ان احنا ننضف البوائل اللي موجودة جوه. لو لقينا ان الصامولة اه تقيلة معانا ما بتلفش. لان الصامولة دي المفروض ان هي تتحرج بصورة عن خفيفة. اه انا جامدة معانا نحاول ان احنا ننضف كل اللي ايه? البوائل الكوتشة اللي موجودة القديمة وبنحط لها معانا اه كوتشتين اه تلاتة اه الخلاط ده بصراحة يعني اه اشتغلته وركبته كتير جدا ومحدش اشتاكي منه بصراحة يعني حاجة هو عيبه بس ان هو كوبش بتفتح شوية من السخنة شوية من البارد غير الها انضم يكسر يعني. دي الكوتشات هي ايان تلاتة ربعة. نطلع القوتشة القديمة. بنفك زي كده وبنركب ايه اه اه كوتشة مكانها. يعني اه شغل اللي بسيط خالص هي معه وحيات سهلة جدا بس احنا نحاول ان احنا يعني نحبين ان احنا نعمل الحاجة بادينا. لو مش حابين مش هنعرف نعملها وان بغوظ الحاجة بصراحة يعني. فاللي هو غاوي وامتبعني بصراحة يعني ان شاء الله اه فيه ناس انا بشكرهم الله يعني بشكركم على التعليقات الجميلة اللي بشوفها. الناس يعني بقول لك احنا اه بنتعلم منك حاجات كتير وبنعمل الحاجة بادينا والحمد لله. والواحد يوب بسعيد بصراحة ومبسوط لما بيشوف التعليقات الحلوة ديا. بنربط بادينا الاول يا جماعة وبعد كده بنجمد بمفتاح اه سنا من السخنة وسنا من البارد. بنربطش من اتجاه واحد برضو. عشان خاطر ما نكسرش معنا الصمولة لان لو جمحت ناحية واحدة ممكن يحصل ان الصمولة دي اضطر شقة معنا. اذا اشتغل معنا تمام ومعليشي انا ما طولتش عليكم النهاردة في حاجات كده لان انتم عارفين كل اللي بنزله يعني ويا رب ان كنا قدمنا لكم حقيقة مفيدة وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة لو اعجابكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.